السلام عليكم اليوم سوف نعمل معكم تشيز كيك ساهل واقتصادي بالنكهة الليمون نخليكم مع المكونات والطريقة تحضير عندي هنا مية وخمسين جرام ديال بيسكويت اي نوع كتفضله وغادي نعمل معه واحد ملعقة ديال الحليب المحلة اختيارية وغادي نعمل مية جرام ديال الزبداء مدوبة غادي نخلط الكل ديك الزبداء وديك الملعقة ديال الحليب صافي وغادي نضيفه فوق المول وغادي نضغط عليه ونخليه جانبا وغادي ندوزه نحضره الكريمة عندي هنا اي اربعة ديال بيرليت واحد جبن وكريمة ميتين ميلات ديال كريمة اربعة مكعبة ديال كريمة واحمل عقة ديال الجيلاتين غادي ندوبه في الماء صافي كان جيب هنا واحد العلبة ديال الجبن الجبن مية جرام فيه مية جرام وعندي اربعة ديال بيرليت اي جبن كتفضله وعندي هنا مكعبة ديال كيري عندي اربعة واحد العلبة ديال كريمة غادي نعمل اربعة مكعبة ديال الجبن كيري الجبن كيبقى اختياري اي جبن كتفضله ادي اه ضيفت لكم غير الجبن اللي متوفر و صافي هنا اي اه عندي واحد اه نص ليمونة اه حكيتها وعندي هنا واحد اه كاس ديال اه الحالب محلاء غير كاس كتتعبرو كاتويدا شريته كتعبرو كاس اولا كتتطوبو في الدار عندين اي الكاس كبير غير الكاس اللي كان عبرو اه به صافي هنا اي غادي نخلط الكل بالطرة بالكهربائي باش يندمج معي الخاليط مع بعض صافي هنا اي بعد اه ما خدت خلط لي الخاليط ضيفت ديك ملعقة ديال الجيلات ما ما تصورت لي شي صافي وكن كوبة على الخاليط وغادي ندخلوها تلاجح حتى يتماسك مزيان حتى تبرد مزيان صافي هنا بعد اه ما خرجتها متلاجح عمت هنا يسيرو ديعمت واحد الكاس ديال ليمون واحد كاس ديال ليمون مع واحد النكهات الليمون وكاس واحد ثلاثة ملاعق ديال سكر واحد فلون ديال تشينو ديال درهم صافي وخلطو مزيان حتى الطب مزيان وخليتو يبرد صافي وكن عملوه كالطباقة الاخيرة في الحلوة ديالنا كتجي المضاق دياله جميل وتزين كيبقى اختياري كتبقى اي حاجة بغيتو تزينو بها انا زينت هنا بشرائح الحامض وكان عندي واحد شوية العين بغير زينت به فقط وعملت هنا القشور ديال ليمون زينت فيه في الجوانب كيبقى تزين اختياري على الشكل هذا كنت من الفيديو يعجبكم الى اللقاء الى الفيديو